ومتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعد الارف ضربات دقيقة ومتوافقة مع القانون الدولي هكذا يدافع فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف دعم الشرعية عن ضرباته الجوية التي اثارت جدلا محليا ودوليا ولاقت اعتراضات ساخطة واتهمات بسقوط مدنيين وجهتها جهات ومنظمات محلية ودولية الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن استعرض في متمر صحفي له نتائج التحقيق الذي قام به الفريق وخلصت النتائج الى ان الضربات الجوية كانت دقيقة في تحديد هدافها واتت وفق الاجراءات القانونية الدولية وقواعد الاشتباك العسكري المتحدث باسم الفريق منصور بن احمد المنصور كاشف عن طبيعة الضربات العسكرية الخاطية مدللا بحادثة فجع الطان في غصص 2017 مشيرا الى ان الضربات كانت تستهدف منظمة مراقبات اتصالات عسكرية لميليشيا الحوثي لم تنفذ قوات التحالف اي مهام جوية في محيط منطقة الادعاء نفى فريق التحالف مسؤوليته عن بعض الحوادث التي سهدفت مدنيين مثل حادثة جسر الهاملي في يوليو 2017 بتعز والتي ادت الى مقتل امرأة وسقوط مدنيين كما نفى صلته بمقتل مدنيين في حادثة منطقة الصفراء بصعدة المتحدث الرسمي في قوات التحالف والذي اقرى فيه بوقوع خطاء غير مقصود اثناء تنفيذ المهمة الجوية لا ينكر الفريق حدوث اخطاء غير مقصودة ولا حدوث اصابات في صفوف المدنيين مطالبا التحالف بتعويض الضحايا لكنه يوضح ان ميليشيا الحوثي استخدمت بعض المباني والاماكن كمقرات عسكرية مما اسقط عنها الحماية القانونية وهو ما حدث بنظر الفريق في استهداف مبنى الصوفي بمديرية شذائب صعدة ومركز المرالية بحيس في الحديدة ومنزل سكني في مديرية صبر بتعز وفقا لنتائج فريق تقييم الحوادث فان ضربات مقاتلات التحالف تعتمد على تقنيات حديثة وتتم بالتنسيق مع اجهزة استخبارات يمنية ومبنية على اجراءات صحيحة وسليمة وبما يتفق مع القوانين الدولية لكن الفريق لم يفند الاتهامات الموجهة للتحالف من قبل نشطاء محليين والمرتبطة بقصف مواقع للجيش اليمني في صبر ومارب وحضر موت والجو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر